فرعت عنها في أكاديمية المسرح في سان بوترسبورغ سنة تسعة وتسعين خذت عليها دكتورة شرف وطبع الكتاب هذا أمامك في دار المدى في سوريا خلينا نتحدث دكتور عن آخر أعمالك الفنية آخر أعمالي هو عمل انعرض في رمضان اللي هو المواطنجي مع الأستاذ عدنا إبراهيم ونشافل جمهور وفي عمل في الحقيقة للأسف الشديد من كان مفترض أن ينعرض برمضان على الفضائية العراقية هو مملكة الشر مع المخرج المبدع دكتور فارس مهدي بس العمل توقف لأسباب إنتاجية ما عرف سببها يعني لحد الآن إحنا ما نخلصين تصوير يعني هدنا ثلاث أربع مشاهد متبقية وإحنا صارنا شهرين مخلصين وننتظر المنتج يكمل شغلة للأسف الشديد كانت عندي رغبة شديدة أن أشاهد هذا العمل اللي قام بإخراج الدكتور فارس مهدي لأنه أنا كنت مرتاح في اللوكيشن في التعامل مع هكذا بخرج متفهم أكاديمي القروب نفس القروبي اللي أنا أحبه طبعا أيضا دحام حسن لازم موجود أنا أرتاح باللوكيشن عندما يكون أستاذ دحام هذا العمل هو بالحقيقة تعبت بيلي أنه موايح شخصية صعبة كانت جهد بذلنجه أنا وزملائي طبعا بس لأنه أنا الشخصية الرئيسية يسموها من الجلاد للجلاد يعني كان عندي توق شديد وشاهد هذا العمل بس إن شاء الله يكمل بعد أيام هذا كان آخر أعمال الآن عندي مشروع أنا كاتبه عمل درامي ضخم أنا كاتبه وأتمنى أنه ينجز كل ما خيرت وجهت جمهورك مدن بالمئات لو تشهيت أبهجها ولونتها وجملتها مثل لعابة وأجريت فيها نسيمة سكينة لم تكن حلوة وحبابة كضجة دربونة في هذيك المدينة الله الله هل سوصل محطتنا للنهاية وشكرا دكتور مناضل وإن شاء الله نلتقي أنا وأنت بستعجدك إن شاء الله أشكرت إن شاء الله شكرا شكرا